سيادة لواء الحياة لو بصينا عن البيانات الصادرة من الدولة المصرية طبعاً متمثلة في حديث سيادة رئيس عبد الفتاح السيسي متصقة تباً مع الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية على الجانب الآخر لو تبعنا حديث أيضاً رئيس الفرنسي إمانيوال ماكرون تحدث عن ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بش بس كده كمان تقديم مساعدة للأونروا ومساعدة مالية طبعاً وأيضاً بجانب إرسال طائرة ومساعدات بجانب إرسال سفينة كمان طبية لكن على الجانب الآخر بنتابع أيضاً التصريحات الصادرة من الجانب الفرنسي وهي مؤيدة للكين الإسرائيلي يعني رؤية حضرتك لهذا المشهد يفن نحن تفنى في البداية أن هناك الزواجية في المعيير والحسابات وردنا مثل بأوكرانيا وروسيا نفس الكلام ينطلع على كل الدول ذات المصالح في المنطقة والتي تستهدف بس زواجية معيير في نفس القضية في نفس القضية وفي نفس الدور تأمور أوكرانيا وروسيا الزواجية معيير في نفس الموضوع ونفس الاتقارب نفس الدور ونفس الدولة بتقدم مرة في الاتجاه دا ومرة في الاتجاه دا وزيرة الخارجية صرح بحاجة ورئيس الدولة صرح بحاجة وده اللي ظهر وزيرة خارجية فرنسا يتقول لا والرئيس ماكرون يقدم بعض الأطرحات ويقدم بعض المساعدات وفي نفس الكلام ليه الاعتراض على يوم 18 في مجلس الأمن ورفضوا للقرار إطلاق البيان الروسي اللي صدر في مجلس الأمن عشان يشمع أن فرنسا وفقت على كده ورفضت القرار ومن دمن الدول الرفض أثناء التصويت مع الإنجلترا مع اليابان ومن دمنهم فرنسا ونفس الوقت وزيرت الخارجية الصراحة بلق إزاي الكلام كده فيه تضارب أعتقد الموقف الدولي كله يعني هل تخبط أكتر وتخبط حتى الداخل الإسرائيلي متخبط يعني موضان عكاس يعني الداخل الإسرائيلي متخبط يعني المشا الجانب العربي بقى فندم يعني إلى مبرح شفنا من الأخبار بيان مهم جدا صدر لتسعة دول عربية طبعا في مقدمتها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات وقطر والبحرين والمغرب تسعة دول أصدرت بيان عربي مشترك بيعكس توحد الموقف العربي وبيؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة كمخرج أساسي من مخرجات قمة القاهرة للسلام أهمية خروج هذا البيان المشترك لتسعة دول عربية في هذا التوقيت وإلى أي مدى بيعكس توجه ما للموقف العربي أنه يتوحد بشكل مباشر في ظل هذا الصراع والله يا صورة مباشرة في ظل العتمة السوداء إن إحنا نلاقي بيان إيجابي بالمنظر ده وفي تجمع لتسع دول أعتقد معظمها عامل علاقات مع إسرائيل في إطار فبدأ في حد ذاته يعتبر بنقطة قوة وعودة مرة تانية والاتحام لأن المشهد الدولي عبسي يعني إن المجتمع الدولي ضد هذا الكلام فإحنا لازم نقف مع بعض ونلملمه مفيش وقت حسن من كده يعني ده الوقت اللي واجب علينا كنا نتجمع نحن الوقت الجاي نتفق جميعا على هذا الإطار وفي نفس الوقت نقف إلى جوار إخواتنا في القطاع رغما عما فعلوه كنا موفقين أو غير موفقين في البداية ولكن هذه النتيجة الحتمية للضغوط اللي بتمرس عليهم وبالتالي لازم يستنفروا يعني وده حق مشروع بالنسبة لهم ضد العدوان فلازم نقف معهم ونسندهم ونسعدهم عشان كده مصر كانت حريصة منذ البداية بفتح المعبر وتقديم المساعدات ووضعت شرط عدم دخول المساعدات من دول أو دخول الجانب إلى الداخل إلا في حالة دخول المساعدات واتخذ استاذ الموقف من بداية موقف قوي وده اللي برهن على ذلك يعني اللي برهن على الجزئية دي ولم تنصع للدخول الأقاية من القطاع لأن أيضا الرئيس الفلسطيني عندما أتى في 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 الخاهرة في قيمة السلام في العاصمة الإدارية أكد أنهم لن نرحل أبدا لن نرحل ده تلات مرات لن نرحل لن نرحل لن نرحل المواطن الفلسطيني الأبي نفس الكلام لن نرحل تمسكهم بردوم ده في حد ذاته بيجويرنا ويكون كلنا على قلب الرجل ويطلع البيان بالصورة دي من تسع دول ده متوفق مع الرغبة الشعبية للأهلين اللي موجودين في القطاع في نفس الوقت بيأكد على مساندتنا ليهم من جهة تانية ومن جهة تالتة إنه إحنا متعرفين إسماعيل هنا نفسه تلقى وأشاد وسمن الرأي المصري والقرار المصري في هذا السياق منذ البداية منذ أن طلع السيد الرئيس وأدل بهذا التصريح وكل الدول اللي فهمها الموضوع وعرفة إن دي إزاحة للقضية أو فعال تصبيت القضية كانت موقنة تماما إن التجاهة التواجهة المصري والرأي المصري الحر النابع من قدرات حرة والمستند على يعني سيادة على أرضها وقوة متمكنة ورؤية وثقل في المنطقة وتأثير ظاهر وقوة الشخصية المصرية ظهرت في ما ظهر من أدوات وظهر في من قرارات للقادة السياسية المصرية والرد التالي للشعب الموافق على والمساند إلى قرارات القادة السياسية